الرد في مرحلة البداية لما تحول محمد من موظف إلى أرائي دعمال طبيعة الحال كان بدها شوي الدراسة مش لفكرة أن أكون إنترابنور مش لفكرة أن أكون ستارتب لما دخلت خلاص أنا كنت محضر مقهب نفسي ومقهب عيلتي حتى أنه أنا أتسان بوينت رح أروح بهذا الاتجاه شو سويت بالضبط من استشارت هاد من الشغلات يعني أنت علمت من المانجمنت في ستارزي بلي كيف أنك تلعب اللونج جيم كيف كان الاختيار يعني الشراكة في البزنس زي شراكة بالحياة أهلا محمد أهلا وسهلا شو أخبارك شراكنا شكرا لقبولك الاستضافة الله يحييك محمد لو تخبرنا في البدايات كيف بداية محمد الشخص من وين بدأ التعليم الوظيفة الاستثمار بعدين الأسم محمد عبد الرحمن أبا عجمية الأصل من فلسطين عشت طفولتي في الولايات المتحدة في أمريكا وهون بلشت ناشئتي وحبي وشغفي بالكمبيوتر والحاسوب بشكل عام من نص التسعينات يعني كنت في مرحلة مراهقة بلشت أحب الكمبيوتر والبرمج مباشر بلشت أبرمج يعني مع انطلاق الإنترنت في أمريكا بلشت يعني بديت أكتب كود وأبرمج مباشر من عمر صغير في التسعينات هذا في التسعينات بعد ما دخلنا الجامعة الحين لا لسه ما دخلنا الجامعة لما رجعنا على فلسطين في نهاية التسعينات في سوري في التسعينات وبديت الألفين فت الجامعة مباشر دخلت هندسة حاسوب بطبيعة الحال وكنت أعرف أبرمج مباشر يعني من قبل ما حتى ما أفوت الهندس فقضيت الخمسة سنين يعني أتعلم الثيوري تبع الهندسة الحاسوب وكمان أمارس البرمجة أوريدي فلما اتخرجت من الجامعة مباشر اشتغلت بالسوق الفلسطيني كانت أوريدي عندي خبرة طويلة بالبرمجة بهذه الفترة الدراسة كانت في في فلسطين في الهندسة الحاسوب نحو فاتخرجت من الجامعة واشتغلت في فلسطين في مجال البرمجة اشتغلت سنة واحدة بس وبعدها جيت على الإمارات فجيت لمدينة أبوظبي بال2008 تقريبا الخبرة كانت يعني على السيفي سنة واحدة بس فعليا كان صار لي 7-8 سنين بأكتب كود يعني فلما جيت عبوظبي انطلقت مباشرة في وزارة الداخلية في البداية اشتغلت بمشروع وزارة الداخلية مع الشرطة مع التعميمات اشتغلت تقريبا سنتين في أبوظبي رحت لقطر الدوحة اشتغلت كمان سنتين نفس المجال في وزارة الداخلية نعم في وزارة الداخلية في قطر عملوا نفس مشروع وزارة الداخلية أبوظبي فاخذوا نفس الفكرة تقريبا من الشركة ومعملنا نفس المشروع الفكرة كانت عن شو تقريبا؟ كانت الفكرة بداية ولا وزارة الداخلية ورسمية بداية الالفنات 2010 كانت سياسة الحكومة الاماراتية في أبوظبي ودبي انها تعمل خدمات الالكترونية لكل الوزارات فكانت هالفترة كانت امارة أبوظبي منطلقة بعمل خدمات الالكترونية بشكل عام إذا بدك أي شيء من الشرطة من المخابرات من البلاغات القضايا كل هذا الحكي كان بتحول للشكل الإلكتروني هذه الفترة فقطر أخذت نفس الفكر نفس المشروع تقريبا والشركة اللي عملت هالمشروع راحت عملت في قطر نفس المشروع تقريبا حلو بعدها 2011-2012 شوري بس انت في الفترة هذه كنت ريبورتنج لوزارة الداخلية مثلا في أبوظبي ولا كنت أصلا لما دخلت معهم عن طريق شركة لا كنا شركة 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 شبه حكومية تشتخل للحكومة بس يعني شركة برمجي حلو ونفس الشركة اشتغلت المشروع في قطر بعدها تركت هاي الشركة ورجعت واجيت على دبي تالي من 2011 ومن 2011 هنا في دبي نقلت من أكتر من وزارة وأكتر من خدمات حكومية وبعدين طلعت للقطاع الخاص وما طلعت للقطاع الخاص كانت أول مرة باشتخل معالي ستارتابس فاشتغلت مع أول مرة بسنة كم تقريبا هذا؟ 2015 2015 اشتغلت مع أول ستارتاب اللي هو كان ستارتابس وانضمت للستارتابس بمرحلة كثير مبكرة يعني لسه بقولوا يا الله في الستارتابس وكانت صارت عندي فكرة كثير منيحة كيف أبني منصات إلكترونية كيف أتعامل مع المنصات الرقمية كيف نعمل ترابط بين أكتر من سيستم من شغل بالحكومة في ستارتابس بلاشنا نبني المنصة الإلكترونية المنصة الرقمية للبلاتفورم للفيديو ستريميك كانت ستارتابس بلاي فكرة أنها تصبح نتفليكس في هذه الفترة ما كان في نتفليكس لسه في المنطقة فستارتابس بلاي بننا المنصة الرقمية للفيديو ستريميك بلاشت من الشركة من البداية ما كاناش فيهم برمجين بلاشتنا نبني التيم البرمجة الفاوندرز من المنطقة هني ولا من برا الفاوندرز لا ستارتابس بلاي من المنطقة معظمهم تقريبا خرجين من OSN راحوا تجهوا باتجاه الفيديو ستريميك اللي هي فكرة نتفليكس تدفع عشر دولار بالشهر وتعمل فيديو ستريميك كانت في OSN حيزات نوبة طبعا اكيد طبعا فكانت الفكرة هاي جديدة بهذه الفترة فبننا تقريبا تكنولوجيا كاملة حول الفيديو ستريميك وهذه الفترة يعني واحدة من النجاحات الكبيرة كانت لستارزي بلاي اللي اليوم موجودة عندهم اللي هي الترابط مع التلكو كومبنيز مع اتصالات ودو ومع كل الشركات المشابهة في كل الوطن العربي يعني هون من الشغلات اللي تعلمتها من البزنس هون اللي هي استراتيجية لفترة طويلة فكان استراتيجية الشركة انه حتى لو اجت نتفليكس او غيرها على المنطقة راح يكونوا باعتمدوا على الكريديت كارد للبييمنت الكريديت كارد بالامارات مثلا كتير عالي بس تروح للدول الثانية الشقيقة المجاورة في المنطقة الميناء ما في كريديت كارد فبتضطر تستعمل الموبايل عشان تدفع على الخدمة يكون على شكل مثلا سم اس سم اس او بوست بيد او بري بيد عشان تدفع على الخدمة المشاهدة اونلاين هم كانوا خلينها حصرا على الكريديت كارد كانوا حصرا على الكريديت كارد وهذا الاشي مشى في الامارات بس ما مشى في دول تاني فاستراتيجية الشركة انتقلت انه لازم يكون طريقة الدفع هي عن طريق الموبايل ولازم بأسرع وقت نعمل او ترابط مع كل شركات الموبايل تلكو في كل الوطن العربي في كل بلد بدنا نفوت هلازم يكون فيه او تلكو هذيك الفترة كانت الشالنج بالنسبة الي كمدير للبرمجة انه كيف نعمل ترابط مع كل الشركات الاتصالات في كل الوطن العربي من عمان للمغرب ياخذ وقت هذا ياخذ وقت طويل يعني حتى شركة واحدة مرات بتاخد ثلاثة شهور عادة جدا فكان الشالنج التحدي انه خلال الـ 18 شهر الجايين او الـ 24 شهر الجايين 2015 نعمل ترابط مع 36 شركة تقريبا من عمان لعند المغرب كل الوطن العرب لانه اي بلد بدنا نفوتها لازم نكون فيه عنا موبايل بيمينتين لانه هاي الطريق الوحيدة للدفع في هالدول شويتوها؟ خلال مدة كم؟ خلال 18 شهر خلصنا الـ 35 تلكو فهذا كان انجاز كبير وكان من ضمن استراتيجية الشركة انها تكون مش بس للدفع انها تكون من ضمن صعوبات دخول الشركات التانية حتى نتفليكس لما اجت بعدين لحد اليوم حتى بعد 6-7 سنين نتفليكس مش من تشرة كثير في الوطن العربي عشان موضع الكريدت كارد بهذا السبب لانه نتفليكس ولين الحين انت تشوف مشكلة الكريدت كارد موجودة في المينا ريجان خلنا نقول صحيح وهاي مشكلة بتواجه الشركات العالمية انها بتحاول تفوت بس بستصعبوا يعملوا إنتيجريشن مع كل التلكوز الموجودين أسهل يعمل مع ماستر كارد أو فيزا أو مع بيميند جيتوي بس هالحكي مش موجود على الارض الواقع يعني في الدول العربية فهالحكي بخلي الانتشار السيرفس تبعتهم كتير صعب بس تارز بلاي يعني لحد هلا ماخدين حصة كبيرة من السوق بس مين لي بهذا السبب غير عن الكونتنت غير عن الخدمة لأنه اليوزر بقدر يلاقي طريقة يدفع فيها هذا يفرق بصراحة فهذا من الشغلات يعني أنت علمت من المانجمنت في ستارز بلاي كيف أنك تلعب اللونج جيم يعني صحيح تغلبنا على مدى سنتين نعمل إنتيجريشن بس يعني هاينا سبع سنين من أقوى المميزات لستارز بلاي هي الترابط مع التلكوز يعني الاشتراك بسهولة بها صحيح بعدها وين رحت؟ كم كملت يعني معاهم؟ تتغلت معاهم؟ 2015 ل2019 اوكي كان طبعا المنصة الرقمية البلاتفورم لستارز بلاي بلشت ستارز بلاي تطلع بره للمينا ريجن وصلت باكستان ووصلت الهند هاي السنين وعشرين شارتها شركة اتصالات مع ايديكيو بالتشارك اشتروا شركة ستارز بلاي هاي السنين جس كان شفت الخبر قبل كم من شهر الفاوندر اللبنانيين ممكن؟ الفاوندر ماز أصل باكستاني مسطول عمرو عايش هون في الامارات خرجين او اسن وهم راح بنوا شركة ستارز بلاي حلو 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 في 2019 وبزيد 2019 شركة اكسيوم تلكم من الشركات المعروفة في الامارات والسعودية من اكبر الشركات لتوزيع السمارتفون والموبايلات بشكل عام في البلدين هادور اشتغلت معهم شو؟ اكسيوم كان عندهم نذكر بالخير استاذ فهد البناي سي او للاستور اكسيوم تلكم كان عندهم رؤية انه يعملوا بلاتفورم منصة رقمية للبيع الالكتروني بي تو بي بزنس تو بزنس من شركة لشركة ومنصة رقمية لبيع مش بس لسمارتفونز الالكترونيات حتى نتوسع نبيع شغلات تانية للشركات فيما بعدين يعني اجهزة ولا خدمات؟ اجهزة مين؟ اجهزة اوكي اشكل ماركت بليس يبيع بزنس تو بزنس شركة للشركات وهل الموضوع في 2019 كان ما بتعدى رؤية صراحة ما بتعدى اكثر من كم من سطر على وراء بيضة انه بدنا نعمل ماركت بليس وما كانش في حتى قسم الى قسم للمشروع غير انه قسم بنا نبني بلاتفورم نبني منصة رقمية اجهزة؟ واكسيوم راح تكون من اوائل اللي كلاينس عليها وبعدين نتوسع فيما بعد وكان موضوع كمان مرة تحدي لانه ما في منصات رقمية بزنس تو بزنس في كتير بزنس تو كونسيومر بس ما في بزنس تو بزنس فكيف نبني شو التحديات اللي بتواجه البزنس ما بتواجه الكنسيومر بقى الحمدلله بلشت معهم تقريبا كنت اول موظف في هاد البلاتفورم ما اي مسمى؟ كان اقتراحي انه تكون الشركة منفصلة ما تكون اخضوا من اكسيوم تكون شركة على شكل ستارتوب ويكون عندها اثورتي كاملة على البلاتفورم اللي بتبني هاي الشركة اوكي فكنت اشتغلت هاد اوف انجينيرينج هاد اوف انجينيرينج وعندي اثورتي في هاي الشركة الجديدة اللي سمناها فيما بعد هيك وهاي شركة هيك بتكون شركة منفصلة بتاخد فوندينج من اكسيوم وبتبني البلاتفورم بس فيما بعد يعني بتروحي بشركة باتجاه منفصل وبصير تاخد موزعين غير اكسيوم بس في اول فترة كانت بس اكسيوم وفعلا كان الحمدلله كان الفوندينج من اكسيوم كبير بنينة تيم يعني يعتبر تيم نسبيا كبير هون في دبي تيم بالفترة اللي انا كنت موجود وصل لستين مبرمج تقريبا بس تيم البرمج يعني غير التوزيع غير الماركتينج التصويق والمبيعات والسوبلاي شين والابريشنز تيم البرمج اللي حاله كانت ستين مبرمج تقريبا فعملنا بلاتفورم يعني الحمدلله كان لأكسيوم منتشر في البلدين في الامارات والسعودية خصوصة بالفترة اللي كان فيها كوفيد كان فكرة انك تشتري اي كوميرس تشتري بشكل الكتروني كتير سهل بوميج اكذاكلي يعني اليوم تقريبا ما في اي محل موبايل ما بستعمل هيك يعني انت سواء في ابوظبي او في دبي او بالرياض بدك تشتري موبايلات اونلاين اسهل ايش انك تشتري عن طريق هيك انا عندي تجربة سيئة بصراحة في شرع الموبايل تحديدا اشتريت سامسونج من وانوفي بلاتفورمز اللي موجودة عندنا وصلني نسخة كورية فكان فيه فيه تعقيدات في مسألة في اللغة والسطن اي 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 وحتى في البيمنتي لما لما اضيف الشسم الكريدت كارد عشان تدفع صحيح معقد شوية صحيح هاي واحدة من المشاكل اللي بتوجهها حتى الشركات زي سامسونج وهواوي و اوبو الشركات اللي بتيجي من بره بدها تبيع هون في المنطقة ما عندهم الوصول للكاستمر مباشرة يعني زي شركة ابل مثلا بتروح على الابل ستور في دبي وابوظبي بتشتري من ابل مباشرة صح بس حتى ابل لو بدها تبيع في الخلدية او في شارع الدفاع في ابوظبي بتشتري من ابل انت عشان تبيع ما بتشتري من موزعين بس سامسونج والشركات هاي بتضطر تتعامل مع موزعين فاكسيوم هي من اكبر موزعين الليجيت الاصليين للتوزيع السامسونج وهواوي و اوبو والبراند نيمز هاي فكل هذا التوزيع لاكسيوم كله بصدر عن طريق هايك فيعني الشركات محلات موبايل اللي ما يشتري من هايك بضمن انه جاي من اكسيوم الموبايل الاصلي اللي جاي من سامسونج مباشرة اللي هو مثلا بمواصفات خليجية ومواصفات عربية او الى اخرى الزب مستورد من سامسونج خصوصا للمنطقة بيجي في اللغة العربية المناسب للمنطقة التيم هذا الستين شخص تقريبا اللي يعني كانوا بس لمرحلة تأسيس البلاتفورم ولا حتى للمينتننس بعد يكملون لليوم موجودين لانه البلاتفورم يعني في عنده رؤية كتير كبيرة يضخم مش بس يبيع موبايلات وإلكترونيات يعني هايك بالفتر اللي انا قربت اطلع فيها من هايك بلش يطلع لقطاعات تانية مش بس إلكترونيات وموبايلات صار يضيفوا عليه موزعين غير اكسيوم وبعدها صاروا بدهم يطلعوا بكاتيجوريز تانية يطلعوا ممكن للجروساريز ممكن اقطاعات تانية يعني بيظلوا في مجال البيزنس تو بزنس حلو بس يعني في هايك كم اشتغلت معهم أبو سنتين تقريبا سنتين ونص تقريبا بس يعني خالفترة الكوفيد اشتغلنا شغل يعني مكثف عشان تشتبيدهم الفرصة بالضبط عشان نلاحق الفرصة كان نبين ان السوق بومينج صحيح كان السوق بومينج والسوق اللي بتشتري انت بشكل انك انت تروح للمحلات كان بضعف لا صراحة فكان التوجه بشكل عام نحو السوق التجارة الإلكترونية فاحنا حاولنا نستغل هاي الفرصة بشكل كبير وعملنا شغلات كتير بهايك يعني كانت مش موجودة في المنطقة أو حتى بالعالم يعني جديد بلاشنا نسمع عن الكويك كومورس انك انت تطلب شي ويجيك خلال ساعة مثلا احنا عملناها بهايك من 2020 يعني حتى البزنس لما يشتري موبايلات سواء شهرة ميت موبايل او شهرة اثنين بيجي خلال أقل من ساعة بيجي خلال نص ساعة خلال 45 ديئة بيجي 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 من أبوظبي من دبي من العين صح سريع اصبح بيجي خلال 30 ل 45 ديئة فهذا كان شغلات يعني مش مسموع فيها بالنسبة للموزعين التانيين يعني ممكن يوصل لك تاني يوم او بعد يومين هاي كان بوصل خلال من ساعة مهم البزنس هذا يعني انت الحين عندك محلة تريد تبيع ما عندك صبر طبعا صحيح ممكن مرات تشتري والزبون بستنى يعني عادة جدا هذا الاشي يعني بالنسبة للبزنس اللي بيشتري من هايك بيشوف انه عادي جدا توصل خلال نص ساعة او ساعة بس يعني الشغل الانجينيرينج اللي بصير يعني زي ما بقوله بهايند السين شغل بيكون ضخم لتوصل لهاي انك تقدر توصل خلال هاي الفترة الزمنية فعلا فعلا تتوصل بهاي الدقة وبالبرودكت المناسب بالوقت المناسب معناتها في مخازن في كل مكان فيه فيه توزيع مخازن في كل مكان فيه اعادة ريبليشمنت اعادة تعبئ لهاي المخازن بشكل متواصل فيه سيستمز ارتفشال انتليجنس ذكاء صناعي كم كل منطقة بتحتاج ما بتقدر تحط مخزن في الخلدية مثلا مناسب مثل البطين مثلا او مثل السطوة او كل منطقة بدها صح ويتغير مع الوقت طبيعة تغير بشكل يومي صحيح الاختيار رصلا لما سي او اختارك بناء على علاقة معرفة درسته مع بعض شاف انجازاتك كيف كان الاختيار ابدا صراحة عرفوني من لينكدين بس يعني خبرتي في ستارز بلاي على مدى اربع سنوات يعني نبني ستارتب من الصفر ونبني منصة رقمية تيجي الناس من امريكا تيجي تقول احنا معنين نشتريها بس عشان المنصة الرقمية فهذا كان يعني شهادة انه ليش اللي بنعمله الحمدلله ايش منيح يعني فهو بكل بساطة حكالي تعالوا بنينا اللي عملته بستارز بلاي يعني بدنا نفس منصر يعني ما فيه اتشار انترفيو طبعا فيه انترفيوز فيه انترفيوز وهذا الحكو ممكن نحكي فيه لقدام شوي الكلتر انا يعني عملناها بستارز بلاي وحوالا انا دايما اتجاهي في البزنس انه يكون التيم في الستارتب يكون التيم كرييتف وانوفيتف يعني التيم عنده ابتكار الموظفين اللي اللي اخترتوهم اللي هم وصلوا شتين كان الاختيار من او كان يعني الدوام عن بعد ريموتلي ولا كانوا قبل كوفيد قبل الكورونا كان فكرة انك تشتغل من المكتب طبيعية جدا يعني هلا اليوم يمكن غريبة صارت بس لا كان كله في دبي كان في تيم في دبي كان في تيم في مصر وكان في تيم بالهند وبعدين فترة الكورونا بطبيعة الحال صار لكل شغل من البيت فصرنا نقدر نوزع التيم في بلدان مختلفة وصار التيم تقريبا نصف في دبي ونصف في الهند والاختيار عليهم بناء على في مقابلات بتصير طبعا يعني انا شخصيا ازا بعمل مقابلات يعني غير اني بكون معني في انه يكون الشخص تقنيا ممتاز بكون مناسب يناسب الناس اللي في عندها كرياتيفيتي اللي عندها انوفيشن هاد الاشي اللي بنسعاله دايما في الستورتب بس يعني كيف آلية المقابلة بالنسبة لك هل انت مثلا اه في فلترى مثلا تستوي للموظفين قبل ما انت تقابلهم اكيد انت كسيتيو عندهم الممروض صحيح اه كنت صاحب قرار في طبعا طبعا هاي كانت من تقريبا من الشروط يعني يعني انا انا اتخيل شوف انا سامحنا عن مقاطعة انا وظفت ناس وايد عملية معقدة اطحنة في اغلاط وايد كيف شو افضل وسيلة لك انت تحفظ وقتك عشان تقابل هذه للناس حلو هل في عندك اكتر من اكتر من اكتر من راوند بالمقابلات وطبيعة الحال بدك تعمل فيلترينج انا شخصيا بالنسبة اللي بكون يعني قد ما بقيم التقنية بكون اقيم الشخص كمان يعني الشخص هل هو مناسب يتعامل مع التيم واحدة من الشغلات اللي بنعملها خاصة للأدوار اللي بكون ماناجمنت او ليدر في التيم يعني بنجيبه على الشركة ممكن بدل مقابلة بنجيبه يقعد مع التيم اربعة خمسة وبنحكي انه بننشتخل على الويت بورد بنعمل برينستورمينج لفكرة معينة فساعدنا نعمل برينستورمينج فخلال ساعة بتقدر تقيم انه هاد الشخص راح يندمج مع التيم او ما راح يندمج هل راح يعطينا افكار جديدة هل راح فهاي واحدة من الاساليب اللي بنتابعه هل الناس الليدرشبه وماناجمنت او دايريكتر رول يعني بس لناس الديفلوبر المبرمج يعني بدك يكون تقنيا منيح ويكون عنده شوية كومنيكيشن سكيلز يعني اكتر من هيك مش مطلوب يعني حلو زين بعدها تقريبا اه 2021 بدينا في في راية فارم ولا بعدنا اه اللي صار بالزبط اه في اخر وقت تقريبا بهايك اللي هو تعريبا بهاي السنة التقريبا بهذا الوقت السنة الماضية تقريبا حوالي شهر تمانية تسعة الفين واحد وعشرين يعني الانتر بنور البق هاي زين بقوله بالانجليزي فكرة ان الواحد يعمل يعمل كانت موجودة يعني للحين انت انت موظف انا موظف فكانت هايك الحمد لله يعني نجحت لليفل يعني المستوى كثير عالي وصارت تجيب يعني دخل كثير عالي لأكسيوم فبطبيعة الحال عند الانتر بنور لازم نعمل شركة فبدأت تعريبا من شهر تمانية الفين واحد وعشرين ادور على كوفاوندرز لأفكار ستارتب عندك الشغف هذا عند الشغف صحيح صحيح والحمد لله بستارز بلاي وهايك يعني مش بس بالتكنولوجيا يعني كنت ادخل كتير بالبروداكت بالستراتيجي بالبزنس فيعني نوعا ما صار عندي دافع انه ممكن احاول اجرب حظ انه نبني ستارتبين فبلش ادور على كوفاوندرز قريبا من شهر تمانية في اكتر من منصة هون لتعمل مقابلات تعرف كوفاوندرز على بعض مثل؟ في اكتر واحد معروف يعني لينكتين بعمل هاد الشي بس اكتر واحد معروف اللي هو اسمه ستارتب سكول ستارتب سكول ممكن الناس تسجل عليه وتحط مواصفاتها وتحط شو العايش بتدور عندك فكرة ما عندك فكرة شو اللي ممكن تقدمو للستارتب وبعدها الموقع بصير يعمل ماتشنج مين الناس الممكن تناسبك هاد موقع يعني مشخور كتير في الامارات يعني للبحث عن الكوفاوندرز يعني بدون مبالغ الموقع كان كل اسبوع يعني بحكي لي الشخص هاد ممكن الناس بيكون كوفاوندر لك حتى لو ما شاركت المعرفة بحد ذاتها صح مية بالمية صحيح فعني من شهر 8 لشهر 12 يعني قبلت اكتر من 20 شخص كوفاوندرز في ناس ما شاء الله عندهم افكار كتير حلوة من كل الجنسيات يعني في ناس عندهم افكار حلوة في ناس نفس الفكرة يعني عنده شغف يعمل استارتب ما عنده فكرة فبدأ ورحد عنده فكرة في ناس بكون قريد يبلش استارتب بده حد كوفاوندر معه ففي افكار كتير يعني في ناس من البداية ممكناش نحس في كيميستري فهلو خلاص تمام الموضوع نتعرف عبعد كسبنا المعرفة تكون نروح في ناس اقعد معهم 3-4 مرات ونبحث في الموضوع اكتر شو ممكن تكون الافكار اللي عندكوين وهذا الموضوع استمر لشهر 12 يعني كنت كتير قريب من اكتر من مرة اني اني اروح مع حدا من هاي الشركات يعني لعين شهر 12 اجا الي الي سكاف اللي هو سي او الريت فارم وصلني مش عن طريق ستارتب سكول وصلني عن طريق لينكدين بس وصلني عن طريق لينكدين انا نفسي فكرت انه وصل عن طريق ستارتب سكول يعني لانه كنت كل اسبوع بيجي كنت كشان اردي بنيت هناك بالضبط كان كل اسبوع بيجي اي حد من من ستارتب سكول ففكرت انه قلت له الي انت جاي من ستارتب سكول لا ما بعرف ستارتب سكول انا جيت عك عن طريق لينكدين وبدور عكو فاوندر فيعني الحمد لله بهاي الشغلات يعني الكيميستر بتبين من اول جلسة مع الناس يعني فاعات مع الي وما زن اللي هم الى اضرتو كو فاوندرز وصار فيه كيميستر من اول جلسة انه صرنا نعرف احنا الثلاثة كيف كل واحد فينا راح يقدم للشركيين ممكن نحكي اكثر شوية عنهم الي جاي من بايجراوند سيلز من بايجراوند كوميرشل وكان يعني جاي من كريم يعني عارف كريم كيف كبرت وساعد كتير في نمو كريم وكان نفس الفكرة حاب يعمل ستارتب وكان مبلش ستارتب من شهر من سانة واحد وعشرين وبعدها نروح لفكرة رايت فارون ماذا نشريكنا الثاني اللي هو الـ سي او او كان جاي من شركة نون وكان نفس الفكرة انتر بنور حاول يبني اكتر من شركة ستارتب وبعدها تعرف على الي في الشركة السابقة عملوا شركة ستارتب مع بعض وبعدها انتقالوا يعملوا رايت فارون كمان مرة مع بعض فلما انا جيت يعني من القصة من ستارز بلاي ومن قصة مع هيك فيه كومبنيشن فيه كومبنيشن ان انا بقدر اضيف قيمة للشركة من ناحية التكنولوجيا اللي كان خلينا نقول للسيلز انت ممكن التقنية جانب التقنية ماذا نلوبريشنز الوبريشنز اللي حب شركة زي رايت فارون بدنا اوبريشنز يعني احنا شركة اوبريشنز هافي يعني تعتبر سواء السبلاي تشين المخازن الكارز فعلا يعني بدنا اوبريشنز فماذا كان مغطى هاي الناحية من الشركة اللي بغطى السيلز والفوندينج وانا بغطى الجانب التقنية فيعني الحمد لله حكينا كم من اسبوع وبشهر واحد قررنا انه انضم للشركة قررت انه انضم للشركة واترك خايك وانبلش نبني رايت فارون كانت الشباب يعني كانت اريدي قطعة شهوط لا بأس فيه كانوا ماخديني بريسيد بهذه الفترة من اي دي كيو من شركة من في سي دي سربت من اي دي كيو بدينا بدينا تقريبا يعني انا بديت شهر واحد تقريبا في شهر يعني خلال شهر بدرت وانتم تتفقون خلال شهر عادنا مع بعض عدة جلسات شوفنا شو ممكن تعبوك الشيرز والجماعة كانوا بالعكس يعني الشباب الحمد لله وهذا الاشي هلا بنحكي لقدام مش بس احنا بنا الكو فاندرز حتى مع الموظفين يعني الحمد لله حلو احنا معنيين ان الموظفين كل واحد فينا يكون اللي حصة بالشركة يعني ما بدنا نخليها لنافسنا بالعكس هذا لي على ايمانك بمستقبل الشركة صحيح مية بالمية يعني احنا مامنين انه الفكرة اللي احنا بنشتغل فيها في مجال الغذاء والامن الغذاء والسلسينابلتي قطاع كبير ومش مخدوم فيعني احنا عنا طموح انه الشركة تكبر بشكل كبير فانه احنا نعطل تيم نعتبرهم شركاء ونعطل كل حصة منيحة بالشركة كان من البداية يعني اشي متفق عليه يعني من البداية يعني في هاي الفترة التمويل كيف لو ما نتكلم عن التمويل التمويل اللي هو في المرحلة اللي قبلك انت ومن بعدك صحيح التمويل قبل قبل ما اجي يعني الشباب كانوا ببلوش يبنوا الاساسيات الشركة وكانوا ماخدين 0.9 مليون دولار تقريبا اقل من مليون وكانوا ببلش يبنوا التيم ببلش يبنوا اساسيات الشركة استأجروا مخزان يجيبوا كم سيارة شاحن للا نقلب ضاعة ببلش يحكم مع الكستمرز بالفترة اللي انا جيت فيها رجعنا نحكي مع ايدي كيو مع ديسترابت انه بدنا هالا راوند سيد راوند اكبر شوي وهاي طموحنا شو اللي بدنا نبني يعني فمن شهر واحد تقريبا من شهر اثنين لشهر ثلاثة اربعة صارت عنا الرؤية واضحة اكتر شو اتجاه الشركة شو اللي بنقدر نبني كم بده وقت فلما بلشنا نحكي مع ايدي كيو مع انفسترز تانيين فصارت يعني الموضوع يعني تفتحت العين انه ممكن ممكن نستثمر اكتري فا ايدي كيو رجعت كمان مرة استثمرت كمان 2.8 مليون دولار فصار التوتل تقريبا 3.7 10 مليون درهم هذا استثمار ايدي كيو اللي هي عن طريق شركة دسترابت في سي وهاي الفلوس كان الاتفاء انه نبلش نبني رايت فارم نبني 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 ونبني التكنولوجي بنفس الوقت هلو بنتكلم بعد مرحلة التمويل هذا الكلام كان بشهر كم تقريبا السيد راوند اجه بشهر اربعة ايبريل 22 كيف كيف البيزنس مدل مال الشركة داخل كالتشر منو الفريق كيف توزيعتهم قبل ما نفوت بالتفاصيل بزنس مدل خلني احكي شوي عن رايت فارم ايش هي الشركة وايش بالضبط نحاول نعمل هلأ واحدة من المشاكل اللي اكتشفناها يعني اكتشفوها الشباب قبل ما انا فوتوا اكتشفناها اكتر لعن لما انا دخلته وحاولنا نسعى في ايش الاشي المطلوب نبني واحدة من المشاكل الكبيرة اللي اناها في المنطقة يعني سلسلة التوريد من المزارع او من المستوردين لعند المطعم لعند خدمات الاطعمة بشكل عام سواء المطعم او الكلاود كيتشين او هركات الطبخ الكيترينج في عندهم مشكلة كبيرة بالسابلاي تشين هاي هاي الاقسام المختلفة مش مترابطة مع بعض فيعني انت لما تكون مطعم على سبيل المثال بدك تشتري نفترض مطعم ماكسيكي مثلا بدك نوع افوغادو مغين انت ما بتعرف من اي مورد تجيب فانت بتضطر تاخد من المورد اللي انت بتعرف اللي بيجيب لك نفس الروز مثلا او اللي بيجيب لك المانقة اللي بيجيب لك البطاطا مثلا فهاي مش مضرورة تكون احسن افوغادو بالسوق فهذا المورد هاي بيكون جابها من مورد تاني مورد تاني فالسابلاي تشين هاي بتلاقي فيها سبعة او تمانية بقلل لكواليتي جودة المنتج بزيد سعر المنتج بشكل عالي الوقت الوصول بيكون كتير كتير طويل هاي فيه كتير فجوات برفع السعر برفع السعر وبقلل لكواليتي ما بتوصلك الاشي اللي انت مناسب لك وبتوصلك بوقت طويل فهذا الاشي الفجوات هاي في السبلاي تشين وانصر الخبرة مفقود هنا يعني مثلا الشخص هذا اللي بيشتري قاعد يحط خبرته في الشراء صحيح انتو اتوقع عنكم انتو كانكم مستشار صحيح للاشياء اللي بيشتريها مئة بالمئة هاي كانت من المشاكل بالضبط اللي اكتشفناها لما بدنا نحكي مع المطاعم اكتر واكتر اكتشفنا انه في كتير مطاعم وفي كتير شفات مرات بكون الشف هو اللي بيشتري مرات بكون صاحب المطعم اللي بيشتري ما عندهم كتير فكرة ايش اللي بدهم اياه بالضبط يعني فيعني بدهم مثلا عسب المثال المطعم بديهم البطاطا مقلية مثلا او بطاطا ما شوية بيشتري اي نوع بطاطا مرات في بطاطس خاص طبعا اه اوكي طبعا فمرات بيشتريها بسعر اعلى من السعر المطلوب مرات بتكون ارخص بس مش هي المناسبة مرات بطر يحطها عنده في التلاجة كذا يوم مرات لانه يخاف ما توصلها في اليوم الثاني بالضبط ومرات بطر يجيب كمية اكبر وينطقي منها ويكب الباقي مثلا ويروح هدر ويستج هذا هدر ويستجي كبير صحيح ففي كتير مشاكل زي هيك يعني واحد من اهم اكبر المشاكل هي الافوكادو مثلا افوكادو في كتير شركات بتشتري اضعاف الكمية بتشتري يعني اذا بده كيلو بيشتري اثنين او ثلاثة ليش بعدين بنتقل الافوكادو هي الافوكادو عشان صحيح والافوكادو حتى نفسها اللي بدك تشتريها للعصير غير اللي بدك تشتريها للسلطة مطلا بس هم هاي الخبرة مش موجودة في السوق فبتضطر تشتري اكتر او تضطر تشتري بسعر اعلى بتعتقد مرات انه زي شرية الكيلو باربعين بدل عشرين وممكن تكون احسن وبتشتري الاشي المش مناسب لك فهاي كلها فجوات الاناها في السوق من هون انطلقت شركة رايت فارم الفكرة انه احنا يعني نشتخل على سبلاي تشين نشتخل على سلسلة التوريد من المزارع لا عند المطاعم يعني احنا ما بدنا نعدي على سبعة او تمانية ميدلمان اكتر من سبعة اتمنى شركات احنا راح نجيب لك اياها من المصدر وراح نوصلها بالكولة اللي انت بدك اياها كمطاعم والمصدر هذا سواء كان من داخل الامارات من خارج الامارات صحيح صحيح يعني احنا بنوصل للمزارع وبنشتري من المستوردين وبنبيع المطاعم ولاحظنا مشكلة كبيرة كانت في الامارات وقتها فلاشنا نكتشفها انه 10% تقريبا من المعدل الاجمالي للبضاعة الفاكه والخضار 10% محلي و90% مستورد وهاي كانت من المشاكل مش لانه الامارات ما بتنتج لانه الناس ما بتعرف السبلاي تين مفقودة السبلاي تين مفقودة والمزارع بتحاول تبيع لحالها يعني المزارع بتحاول جهدها تبيع والمزارع ما بتعرف شو اللي تنتجه ففي كتير مشاكل انه عدم تروابط هاي شركات ببعض خلق هاي الفرص الضائع يعني اللوست افورتشونيتيز انه انا كمزرع مثلا في ابوظبي او في دبي عندي كمية خيار او كمية بندورة كمية كبيرة وبكواليتي ممتازة يعني بس انا بطر اهدر كمية كبيرة منها لاني ما بقدر اوصلها للسوق والمطعم عنده نفس المشكلة اني انا بطر اشتري البندورة ولخيار المستورد يعني انا ما بعرف انه منتج في البلد يعني بكمية كبيرة خصوصا هالاشياء عادة ما تكون سعرها الخضار والفواكة بشكل عام ما يكون سعرها غالي صحيح فاذا ما كان فيه فعلا سبلاي تين للعملية الواحد يقول لك ما توفي صحيح يعني بالمطاعم يعني فيه نوعين فيه نوع بدور على الارخص الجودة مش كتير مهمة وفيه مطاعم لا بالعاكس بتهتم بالجودة انه بدي احسن نوع يعني بس يعني سواء بدك الارخيص او بدك الغالي بتحاول تعطيك الاشي المناسب يعني فيه مطاعم بنسبها الارخص في منحلات بنسبها الاغلى احنا بنعطيك الاشي المناسب حسب انت شو احتياجك يعني انت اذا بتقول بتدي الأفوغادة للعصيرة أو بتدي الأفوغادة للسلطة احنا بنعرف شو الانسب اذا بتدي البطاطة للألي أو للشوية احنا بنعرف شو الانسب واحنا بنعمل توصية اي نوع انت تاخد الحين تقريبا انتو مشترياتكم من خارج الامارات تسعين بالمئة احنا احنا الحمدلله هذا اشتغلنا او السوق هذا بشكل عام يوم قلت عشرة تسعين هذا عشرة تسعين هذا السوق بشكل عام السوق الاماراتي احنا ريت فارم لا احنا احنا اشتغلنا على هذا الموضوع احنا 30% احنا اكتر بالسوق بعشرين بالمئة تاريخا 30% بنشتري من السوق المحلي و70% من ابضوعات انه مستورد هذا هذا انجاز كبير بصراحة هذا انجاز يعني مجرد هذا الانجاز انجاز كبير بس كيف قدرنا نحقق هذا الشي لانه انا الفجوات بالسوبلاي تشين قدرنا نربط مع مزارع قدرنا نربط مع الناس اللي بتصدر يعني اللي بتنتج هاي الفواكه والخضار ونربطها مباشرة بالمزارع في المطاعم عفوا والمطاعم لما يشوفوا هاي المنتجات المحلية وانه هاي المنتجات بالظبط الاشي اللي بدي اياه فاحنا قدرنا نرفع المعدل لثلاثين بالمية من البضاعم تكون موجودة محليا بس بوصولنا اكتر بتحسين السلسل التوري انا شوف رايت فارم قاعدة تشتغل على موضوع البنية التحتية للخضار والفواكه ممكن يعني بعد فترة اطول يدخلون حتى هل في الفترة الحالية في منافسين لرايت فارم بنفس البزنس مو دل خضار وفواكه حاليا بنفس المنافسين بنفس المكان اللي احنا بنحاول نسعى له في ما في منافسة بشكل مباشر بحاول يعمل اشي اللي بدنا احنا احنا يعني الاستراتيجي تابعتنا في الفترة حالية نشتغل اكتر على جزء الدمان جزء الطلب اللي هي المطاعم وخدمات القطعم هذول الناس يعني بشكل كبير يعني ما بوصل لهم الاشي اللي بدهم فاحنا هال الجزء التركيز تابعنا بالفترة الحالية لقدامه ممكن نركز اكتر على ناحية المزارع ونشتغل مع المزارع بشكل اقرب سنوصيهم اي شي يزرع بالضبط واحنا نشتري منهم بشكل عشان شدي انا قاعد اقول بنية تحتية انت قاعد تخبر المزارع انك ازرع هذا عدلك هذا بناء على طلبات راح نصر نوصل للمزارع مباشرة ونصر نوصيهم شي يزرع ونشتري منهم مسبقا عشان هم يكون مرتاحين انه اذا زرعت بيت انجان زرعت دورة اني مأمن البيع وانت تاخذ عليها عمولة اكتر لانك دبعت ممكن ناخد عمولة وممكن حتى نفيد السوق اكتر لانه انت راح تستغرب كمية ممكن تكون نفس محلية احسن انها بتوصل اسرع ممكن توصل للمطعم خلال يومين ثلاثة من ابوظبي او من دبي او من العين بينما توصل مستوردة خلال اسبوعين ثلاثة وتضطر تقعب بالتلاجات فترة طويلة ممكن تكون جودة احسن وسعر ارخص وانت بتفيد يعني بتاخذ من المزارع المحليين حلو الحين لو يعني بالنسبة اللي ضاع وما فهم رايت فارم انتو تربطون المزارعين بخدمات الاطعمة بخدمات الاطعمة بمختلف نطاقاتها مطاعم فنادق صحيح بس المهم بي تو بي مش بي تو سي وانتو عبارة عن بلاتفورم بلس لوجستك خلنا نقول صحيح احنا يعني الطرق اللي بنعرف فيها الشركة احنا بنقول شركة تجارة الكترونية اوكي عملنا منصة رقمية عشان المطاعم وخدمات الاطعم يشتري مباشرة من المنصة طبعتنا من الابليكيشن طبعتنا وبالاضافة لان احنا شركة سابلاي جين يعني بنمنى سلسل التوريد مباشرة من المزارع لعند المطاعم فهذا بنحاول نعمله برايت فال حلو حلو زين الحين تكلمنا عن الشركة بشكل عام تكلمنا عن الفريق عندكم فلسفة جميلة في الفريق تقريبا الفريق كامل عنده شيرز صحيح انا اتخيل الفريق التقني كل الشركة كل الشركة كل الشركة يعني حتى هاته هاته المستوضع اللي بعمل الباكنج حتى هذا عنده شيرز بالشركة حتى درايفور البوصتر عنده شيرز اوكي كلهم الجماعة لهم شيرز كلهم لهم شيرز الله يخليك شو بنتكلم بعد عن رايت فارم خبرنا عن فلسفة الشركة ثقافة الشركة جميل ثقافة الشركة يعني واحدة من الأشياء اللي يعني أنا مش الفاوندر الوحيد أو مش من الليدرشاب تيم الوحيد اللي جاي من باكراون ستارتوب في عنا كتير ناس جاي من ستارتوب يعني فلسفة شركات ستارتوب بشكل عام وهذا الإشي اللي احنا بنحاول نسعاله إنه الشركة ستارتوب يعني بطبيعتها بتها تكون تغير الوضع الراهن للإندستري معينة للأصناعة معينة للبلد معين فبطبيعة الحال الناس اللي بنحاول نوظفها ناس يعني لازم تكون مبتكرة لازم تكون كرياتف لازم تكون إنوفيتف فهاي الناس اللي بنحاول نجيبها ها الناس يعني لما نجيب احنا الناس كرياتف على الشركة ما بكفي بس يعني نقيمهم إنهم ناس كرياتف أو إنوفيتف ونقعدهم بالشركة لازم نكون يعني تعطيهم دور كبير في إنه يكون ليدر في الشركة يعني سواء كنت مبرمج أو كنت درايفر أو كنت تشتغل بالمستوضع لازم أنت تكون حاسس إنه أنا ليدر بالشركة أنا مسموع أنا رأيي مسموع أنا إذا ضفت إذا أعطيت رأيي راح ينسمع راح المنجمي تأخذ فيه فليش لأنه بكل بساطة يعني كل واحد فينا فاهم دوره بالمؤسسة كل واحد فاهم كيف أنا بقدر أغير الإندستري يعني مثلا اللي بيعمل شراء مثلا من السوق يعني أكتر واحد فاهم من أشتري من أي مزرعة أشتري مثلا فهذا بعطيك يعني كبير كيف نشتري كشركة كيف أنا من ناحية تقنية كيف أبني الإنجين المحرك تبع الشراء مثلا كيف راح أبنيه بطريقة ناسب السوق اللي لو راح أشتري راح أشتري من أحسن المصادر بأرخص الأسعار مثلا بالجودة اللي إحنا بنطلبها هذا الشخص خلو راح يعطيني مش راح يجي هدل الحكي مني أو من من الليدرشيب راح يجي من الناس اللي موجود في أرض الواقع ونفس الفكرة رئيس على كل الناس التانيين سواء اللي بيكون درايفر مثلا اللي بيكون يعمل باكينج للأوردرز اللي بيكون يبيع حتى بسوق كل هاي الناس خبرتها كثير مفيدة وهذا الحكي يعني مش بس نظريا يعني حتى عمليا جربناه وطبقناه في أكتر من مجال والحمد لله عمل ديس رابط أوريدي في الموركت يعني خلال عشر شهور أوريدي بلشنا نعمل شغلات مش موجودة في الموركت على سبيل المثال جانب مهم هذا الجانب التقني أنا كنت ريد أتكلم أمانتنا فيه بخصوص كيف يعني كيف آلية ضبط الهدر تقنيا صحيح حلو هلأ سؤال جميل واحدة من الشغلات يعني اللي احنا عملناها انت اليوم لو روح تشتري كبزنس مثلا كمطعم لو روح تشتري من أي واحد من الشركات اللي بتبيع فرش بروديوس خضارة فواكه يعني مثلا بدك تشتري أفو قادو بدك تشتري موز أو بطاطا ما بسألك عن الاسبيسفيكيشنز أو إذا بسألك عن الاسبيسفيكيشنز شو الخصائصة بدك إياها بعطيك مثلا على الابليكيشن بعطيك مربع نصي إنك أنت تدخل وتحط مثلا بدي الأفو قادو يكون مستوي مثلا أو بدي يا رايب أو هاف رايب مثلا أو بدي البطاطا تكون كبيرة أو صغيرة وإنت حر تدخل البدك إياه فهم هل راح يوصلوا لك هذا الشيء أو لا يعني باعتمد حسب الابليكيشنز جوه الشركة كيف بيشتغلها ممكن موجود ممكن مش موجود ممكن بالضبط فإحنا هاي يعني هون بيبلش التيم يعني فكرة إنه يكون التيم innovative وcreative في حل المشاكل بتبلش تظهر هون يعني إحنا التيم لما شاف هاي المشكلة فروحنا قعدنا مع المطاعم مباشرة إحنا يعني أهم شي نفهم مشكلة الكستومر فلما رحنا قعدنا مع المطاعم شفنا إنه أنا كمطعم بدي أشتري أفو قادو مثلا مستوي أنا بدي أشتري بطاطا حب كبير أو أنا بدي أشتري بطاطا مناسبة للشوي مثلا وهاي الشغلات شلنا فكرة إنه إحنا رح نعطيك إياها مربع نص إنه كنت تدخل أي نص أنت خبرنا شو تريد ونحنا بنطبخ لك الطبخة إحنا اللي عملناها قعدنا شهرين تقريبا نشتغل على سيستم للخصائص لهاي الخضار والفواك والحمد لله أطلعنا بسيستم يعني صار من الشغلات التقنية يعني إحنا بنناها بالشركة نقدر نعمل لكل الأرقام التسلسلية لكل نوع خضر وفواكه مش بس كمنتج لأ حتى كمواصفات يعني إحنا مثلا لو تروح إنا على المستودع أو على النظام عنا في رايت فارم ما رح تلاقي عندي إيش اسمه بطاطا مثلا رح تلاقي بطاطا بمواصفاتها يعني ما رح تلاقي نوع واحد بطاطا ممكن تلاقي خمسين نوع والكاستمر حسب هو شو النوع اللي بده إياه السيستم بيعرف أي واحد بالضبط بديلي كبير المناسب للطابخ مناسب للشوي مثلا المستوي المستورد المحلي كلها هاي المواصفات موجودة فلما الكاستمر بيشتري بكون مرتاح أنه فعلا راح توصلني المواصفات بالضبط اللي أنا بدي إياها هذا الحين بس في البدايات كيف كان خليته يكون مرتاح حلو هذا كمان مر هون بيجي كيف أنت تشوف المشكلة وكيف أنت تحلها يعني شركات كتير نوعا ما مش هدف هنها تسعة أنه تكون كرياتيف مثلا فخلص المطعم بده بطاطة كبيرة بس أكتب أني بطاطة كبيرة وبنجيبك بطاطة كبيرة مثلا فلا إحنا لما شفنا هاي المشكلة ما كتفينا أنه نحلها بس أنه نشيل المربع النص كليا يعني لأ وأنه نعطيك option بديل كيف أنت تطلب الإشي اللي بديك إياها بالضبط في البداية كانت شوية صعوبة فيها لأنه يرتب هاي البداعة بطريقة أنه عندنا كل الأصناف وكل الأنواع جاهزة للتعب وسرعة الشحن كذلك طبعا طبعا فهون بيجي السيستم بساعد كتير في هاي الشغلات يعني الذكاء الصناعي بالسيستم بيعرف بالضبط كم نوع بطاطة بنبيع بنبيع الكبير أو الصغير يبدي يساعدك في الأوردر بالضبط 100% السيستم يعني وصلنا لمرحلة السيستم هون بيحكي لنا شو نشتري هو بيحكي لنا شو نشتري وبالضبط المواصفات اللي بدنا إياها مطلوبة نشتري فيها يعني السيستم بقول أنه بنا نشتري أفوكادو بهاي الكميات بطاطة بهاي الكميات أي أنواع أي برانز من وين نشتريها شو الأوريجين تبعها حسب خصائصها شو اللي إشي نجيبه فهذا يعني شوية بعضت شوية عن السؤال بس هاد يعني ما بشتري اثنين كلا أفوكادو عشان أنتقي المستويين منهم أنا بطلب أفوكادو مستوي هذا يولد عندي سؤال بصراحة السؤال الأول يولد عندي سؤال أن كم حجم أصلا سوق الخضار والفواكه عندنا في المنطقة وفي الإمارات ما أدري أنتو عندكم مبناء على الإمارات أو المنطقة أول شيء هذا ثنين هل فيه أصلا آلية حساب للهدر بالنسبة للسوق لأننا حس أن معلوات ضخمة صعبة الواحد لحصلها كيف أنتو تقيسونها صحيح السؤال الأول كم حجم السوق حجم السوق الخضار والفواكه في المنطقة تقريبا اللي هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة لتركيا وباكستان تقريبا هذا السوق حاليا بهذه السنة تقريبا 80 مليار دولار عفوا 80 مليار دولار الإمارات لوحدها تقريبا 5 مليار دولار يعني الإمارات خضار والفواكه السوق السنوي تقريبا 5 مليار دولار فهذا المنطقة هاي الناحية اللي احنا بدنا نفوت فيها يعني خضار والفواكه من يعني بشكل رئيسي بالإمارات وممكن بعدين نطلع لمناطق تاني الجانب التاني من السؤال اللي هو الوست أو الهدر الوست في في الاندستري تبع الخضار والفواكه يعني لأنه بتكون الجودة مش مناسبة أو تطر يحطها في التلاجة فترة طويلة التي تستوي مثلا ومش هاي البضاعة اللي بدي إياها من معرفتنا من وين نشتري وكم نحط بالمخزن بالمستودع وكم بنبيع بشكل يومي وشو البضاعة بالضبط اللي بدي إياها المستخدم يعني ما بنتطر نشتري أكتر من حاجتنا وبنشتري بالضبط البرانز أو المنتجات اللي بدنا إياها بالضبط فهذا إيش بقلل لها دور بشكل كبير شوف أنت في البداية تكلمت عن تطوير السيستم خلنا نسميه تقريبا أخذ منكم شهرين يعني تقريبا هذا الشهرين طبيعي هذا الشهرين يعني بس جزء واحد موديو واحد من السيستم اللي هو بس الرقم التعريفي لكل منتج أنا تدري ليش سألتها السؤال أنا أتخيل الحين إذا أنتم نزلتوا إذا أنتم ماكسيموم مثلا 6% الهدر وتوصلون بعض الأحيان إلى 3% هل في مجال بكرة بتزيد إن شاء الله المشتريات وبتزيد المبيعات فبيزيد معها نسبة الهدر ممكن هل في رقم أنتم حطينه بالكام نريد أن نوصل لها النسبة ولا تحسون كم وصلتوا لأفضل شيء اللي هو 3% لا يعني لأن الهدر أنا حس جزء من العملية صحيح الهدر جزء من العملية بشكل عام بخضر الفواكه ما بتوصل فيه لأرقام 1 أو 2% طبيعة الحال يعني لأنه لما تشتري من السوق دائما لو تشتري من المزرعة أو من المستورد أو من أي مكان في السبلي تشين إلا ما يكون فيه إشي فاسد إشي مش مناسب أو إشي مع النقل تضرر مثلا تضطرد شي له فالوستش دائما موجود بس يعني آه إحنا بنحاول دائما نكون حولين 3 أو 4% هذا الهدف يعني الهدف بين 3 إلى 4% صحيح ومع وجود السيستم يعني سؤال سؤال حلو هل مع وجود السيستم ممكن أرقام تقل نعم صحيح ممكن تقل هالأرقام بس ما بتقل ناحية الـ 1% بس هي ما بتخلي السيستم ما بخليها تطلع على 6 أو 7% خاصة مع خاصة نحن نبلش نزيد يعني واحدة مشغلات لحنا ما ذكرناها بشكل يومي بيعد على المستودع 6 طن تقريبا 6 طن بتفوت وبتطلع من المستودع بشكل يومي فلما أنت تصد التعامل مع 10 15 50 طن ممكن يرد الويس يرجع يزيد بس وجود السيستم وجود معرفتك كم تشتي وكم بتبيع هذا الحكي بخليك you can maintain أنك أنت ما ما يزيد يعني هذا الرقم حلو النمو شو وضع النمو في الشركة أنتوا تقريبا بديتوا العام الماضي تضب ذكرني يعني إحنا بدينا بشهر عشر سنة 21 كان بدايات يعني شهر عشر 21 كيف النمو من هذا كل يوم لين اليوم يعني إحنا الحمد لله وجودنا بالسوق والبرودكت اللي بنعطيه سواء يعني الزباين المطاعم اللي بنعطيهم المنتج تبعنا المنتج اللي هو ممكن يكون الابليكيشن اللي بيشتروا منه أو المنتج اللي يفعلا الخضار والفواكه الناس مبسوطة كتير من اللي بتعامل رايت فارم لدرجة أنه إحنا يعني قبل ما أجاوب سؤالك يعني إحنا كمية الناس اللي بتضل معنا ما بتغادر رايت فارم تقريبا 88-89% وهذا رقم كتير عالي خاصة في مجال بزنس بزنس أنه أقل من 10% من الناس أو حوالين 10-11% من الناس تترك الخدمة تبعتك وتروح لسابلاير تاني هذا رقم كتير النمو 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 من شهر 10 إلى هلأ يعني إحنا بشكل شهري بنكبر تقريبا الضعف كل شهر يعني تقريبا 200% بنكبر بشكل شهري ما شاء الله لدرجة أنه إحنا حتى الشركات الكبيرة مش بس الشركات المطاعم الصغيرة حتى الشركات الكبيرة من أكبر الشركات الموجودة في الإمارات مثل شركة كتوبي مثل شركة أوجي اللي هم الشركة المعروفية تملك وعددت براند مطاعم حتى هذول الناس من زبائن يعني اللي هم باخدوا كميات كبيرة بشكل يومي حتى هذول الناس هالزبائن رايت فارم وما بدهم أي حدا يعطيهم مطاعم غير رايت فارم ما بدهم يتركون أنا تخيل أن أي شركة عندها سيستم قوي تحتاج شركتكم حتى لو ما كان احتياجها للخضار أو لأنها حصلت سعر أفضل مثلا أو شي السيستم بحد ذاته له قيمة صحيح 100% هاي واحدة من الشغلات اللي شفناها وإن شاء الله قريبا راح نعلن عن شركات مع شركات تانية شركات كتير قاعدة بتيجي لعنا لأن وجود السيستم وجود التقنية وجود المنصة الرقمية بساعد هاي الشركات تعمل ترابط معنا فلما تعمل ترابط بصير الشراء بصير كتير سهل بصير حتى يعني الشيف أو المطعم ممكن يوصل مرحلة ما يضطر يشتري حتى احنا خلاص نزوده بالبضاعة بدون ما هو يضطر يعمل order بشكل يومي فهذا الاشي يعني صعب تعمله بدون ما يكون عندك سيستم متكامل يعني من الشراء لعند التوريد أنزيل محمد لو نتكلم الحين خارج الراية فعل نرد في مرحلة البداية لما تحول محمد أمن موظف إلى رائد أعمال وصف لنا مشاعرك في هذه اللحظة المشاعر المتلخبطة وصف لنا شو سويت بالضبط من واستشارة حلو هلأ صراحة يعني زي ما حكيت لك حتى كنت بهايك وحتى من أيام ستارز بلاي يعني فكرة أنه أكون انتر بنور وتعاملي مباشرة مع السي او والسي سي او والفاوندرز في ستارز بلاي وتعاملي مع أستاذ فهد ورودريغو اللي هم السي او والسي او في هايك تعاملي بشكل مباشر معهم حببني أكتر وأكتر أني أكون انتر بنور في رائم الأيام يعني يعني اللي بلشت أعمله بشهر ثمانية وواحد وعشرين لن بلشت أدور على كوفاوندر أنا كنت محضر مقهة بنفسي ومقهة بعيلتي حتى أنه أنا رح أروح بهذا الاتجاه يعني زوجتي وبلادي يعني كانوا عارفين أنه أنا ممكن أشتغل بستارتوب ممكن أتأخر كتير بالدوام ممكن الراتب مثلا يقل ممكن اضطر نستعمل يعني كنت محضر اللوجيستيكس قبل ما أبلج حتى بالشركة يعني كنت مقهة بحالي لكل هاي الشغلات فلما أجت رايت فارم يعني زوجتي بالتحديد كانت عارفة يعني لأنني كنت مقابل أكتر من عشرين كوفاوندر فلما أجت رايت فارم كانت تكملة للقصة فكان مش إشي غريب أن أحكي لهم هلأ بدأ أقرر أترك هايك وبدأ أطرر أروح على ستارتوب ممكن يكون الفلوس أقل ممكن يكون وقت عملي بشكل متواصل كتير ممكن ما أقدر أخذ إجازات مثلا فكانت نفسية نوعا ما يعني مهيئة مهيئة أن هذا الحك راح أصدر من يرأى دعمال قبل ما تدخل لما دخلت خلاص صحي يعني كنت محضرة حالي نفسيا أنا عارف يعني بشغل توستارتوب من قبل يعني عارف شو يعني أنت بني منصة رقمية من الصفر شو يعني تعمل لانش شو يعني يصير عندك ألفات الكستمرز ملايين الكستمرز أنك أنت ما تقدر تأخذ إجازات أنك أنت تكون موجود بالويكند تشتغل أنك تكون دائما على التلفون حتى ثلاث الفجر يعني هالحكي كله كنت مجربه يعني وعائلتي عارفين فلما أجت ما كانت الفكرة كتير غريبة أول شي ويعني بطبيعة الحال كان بدها شوية دراسة مش لفكرة أن أكون إنتربنور مش لفكرة أن أكون ستارتوب بقدر ما هي أني أكون حتى مع الأشخاص المناسبين أن هل هذول جماعة ممكن يكونوا شركاء يعني أنت أستاذ منصور إنتربنور أريدي بتعرف يعني الشراكة في البزنس زي شراكة بالحياة زي شراكة الزوجية هذول الناس يعني بتشتخل معهم 10-12 ساعة باليوم طول أيام الأسبوع راح ضرك تشتخل معهم ل7-8 سنين على الأقل للشركة تشوف مخرج فيعني ضروري جدا أنك أنت تكون متفق مع هاي الناس بشكل كامل يعني مش بس باللحظات الحلوة حتى باللحظات الممكن نتزعل فيها أو نختلف بالرأي حتى بهذه اللحظات مهم صدقا يعني من شهر 12 لشهر واحد هذل إشي كان أهم شي بالنسبة لي يعني أدور عليه بالفاوندرز أنه إحنا مناسبين لبعضه ممكن ندفئ بالشغل يعني زي بالنسبة لتحديث معلومات محمد كيف محمد يحدث معلوماتها أو في النقاط الصعبة اللي محتاجها استشارات مثلا من الناس اللي تستشيرهم كيف تغذي نفسك معلوماتيا حلو هلا بالنسبة من الناس الأول شيء بحب أقرأ وبحب أستمع يعني خاصة هاي الأيام مع الشغل وفي الوقت أصير ما بقرأ بقدر من كنت أقرأ في السابق بس يعني يعني من ناحية البودكاست مثلا يعني أنا أنا أفد لسنر زي ما بقوله يعني بسمع على عشرات البودكاست هات سواء التقنية أو البزنس أو الاستراتيجي أو الأعمال بشكل عام يعني راح وراجع على الشغل لازم لازم أسمع بودكاست وهاي بتثري كتير يعني خبرتك بتثري كتير ثقافتك في كل المجالات يعني أي موضوع بسمع بالبودكاست إن هذا الموضوع ممكن يكون شيء بروح ببحث فيه أكتر وبروح مش بس حتى بقرأ كتاب أو أقرأ مقالات حتى بروح باخد كورسز في هذا المجال يعني يعني في كتير كورسز مش ما أصد بماجستير أو أقعد كورس أربع خمسة شهور في كتير كورسز على الإنترنت بيكون ميني كورس ممكن يكون ست ساعات سبع ساعات عشرين ساعة مثلا ممكن بويكند واحدة تأخذ هذا الكورس وصور عندك خلفية أكتر شوي مثلا شو يعني استراتيجي شو يعني بزنس موديل شو يعني بزنس بلانينج فهالشغلات بودكاست عربي تسمعه شو في بودكاست سعودي اسمه ثمانية ثمانية الشركة في أي بودكاست بودكاست فنجان فنجان من شركة ثمانية نعم فنجان بيعمل مقابلات عبد الرحمن مالح بيعمل مقابلات مهو الناس يعني هاد نوع من البودكاستات لما ما بدأ أفكر بالبيزنس والتيكنولوجي تطريح حراسك بالظبط أنزين والكورسات عادة وين ما رجعك في مثلا منصات معينة تعتمد عليها صحي في أكثر من منصة يعني أنا شخصيا ركومند يو ديمي لأن الكورسات عليها بتكون رخيصة جدا 10 دولار 15 دولار يعني ما في عذور صراحة عند أي حد ما ياخد كورسة ب10 دولار بيكون 6 ساعات مثلا وأكيد رح ينمي ثقافتك في مجال معين أو في سكيل معين مثلا زاد كورسة كمان أصبتك تاخد كورسات أطول شويين جميل شكرا محمد حياك الله شكرا ما قصرت شرفتنا اليوم وسؤلتنا عن مواضيع صراحة حلوة نعم أكثر شكرا شكرا شكرا